جدل واسع يشهده العراق بسبب مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه رئيس الجمهورية برهام صالح تحقيقاً لمطالب المتظاهرين فهو بحسب مؤيديه يقسم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة يعتقد معارضوه أنه مجرد تدوير لقوانين سابقة وسيعيد القوى التقليدية باتها إلى السلطة المرجعية أكدت مؤخراً على الإسراع بتشريع قانوني الانتخابات والمفوضية ومن هذا المنطلق أكد تحالف الفتح وجود توجهين الأول يسير باتجاه تعديل كل الدستور من بدايته إلى نهايته أما الثاني فيسعى لتغييرات جوهرية وليست مجرد تصحيحات لغوية مشيرين إلى أهمية المضي بتشريع القانونين المهمين العملية هي سائرة بمسارين مسار أول تذهب إلى تعديلات دستورية وهذا يحتاج شكل النظام وحل مجالس المحافظات من أولى بقائها الغاه عفواً أو بقائها وكذلك عدد أعضاء مجلس النواب هل يبقى ثابت أو تفسير لهذه المئة ألف نسمة ماذا يقصدون بها فهذه إجراءات دستورية تحتاج إلى تعديل دستوري وباعتقد أن التعديل الدستوري معناها الذهاب إلى ثلثي المجلس النواب ومن ثم إقرار رئيس الجمهورية ومن ثم الذهاب إلى الاستفتاء وهذه من الأمور التي نسميها الأمور البعيدة اليوم أمامنا مشاريع قوانين مهمة وتكون آنية لأن تحقيقها وإقرارها سيساهم في حل المشاكل الموجودة اليوم أمين عام النهج الوطني عبدالحسين الموسوي أحد المعارضين للمشروع قال إن مقترح توزيع 50% من المقاعد للقوائم السياسية يسرق أصوات الناخبين إذ لم تتجاوز أصوات الأحزاب بمجموعها في الانتخابات الأخيرة أكثر من 20% من الحيف المضي بما أرسل من قانون لمجلس النواب كونه يمنح نصف المقاعد للكيانات والقوائم الحزبية كما حصل في التجارب السابقة أستيدة في القانون الدستوري أكدوا أن مشروع القانون بصيغته الحالية يحقق قدرا من العدالة النسبية لأنه يقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة وهو في هذه الحالة يقلل من هيمنة القوائم الانتخابية الكبيرة ويشجع الترشيح الفردي إلا أن التعديلات يمكن أن تغير بعض مفاهيمه وبالتالي تعزز الخشية من احتمال العودة إلى القوانين الانتخابية السابقة التي كرست وجود الطبقة السياسية الحالية زهاء 14 عاما في السلطة